السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله اليوم نكمل مع شبطه 14 في اللي هو الجاذا اف اكس بيس اكس بالنسبة للجاذا اف اكس تعتبر طبعا يو فريمورك اه عساس تتعامل ما اللي هو الجرافيكال يوز ان تافيس بروغرامز لعملها ما الاحنا عايزين نعمل واجهات معينة للمستخدم بحيث انها تسهل عملية اللي هو التعامل مع البرنامج بالنسبة لاي مستخدم للبرنامج طبعا الجاذا اف اكس تعتبر كتير ممتازة لانه بتحاول من خلالها نطبق موضوع الوبجيكتوية البروغرامنج بحيث نفهمها بشكل اكثر موضوع الانهارتنس بالتحديد العلاقات اللي متكون موجودة من خلال الكلاس ان شاء الله هذا الام حنحاول نشوفه ونفهمه من خلال تناولنا للشابتر هذا عشان هيك الشابتر بشكل اساسي يعني هنشوف من خلاله البيس اكس طبعا في الجافاف اكس وبروغرامنج في نفس الوقت حنشوف كيف انه الجافاف اكس طبعا نموذج جيد لموضوع اللي هو الوبجيكتوية البروغرامنج فعشان هيك الشابتر اللي معانا هذا حينطرح من خلاله الفريمورك تاع الجافاف اكس ايضا حنشوف اللي هو الجافاف اكس غرافيك الوزر انترفيس كومبوننتس والعلاقة اللي ما بينهم يعني وكيف احنا ممكن نستخدمهم حتى ننشئ انترفيس ممكن يتعامل فيه من خلال البرنامج بس قبل ما نبدأ زي ما ذكرت انه الجافاف اكس وطبعا نيو فريمورك معناته انه في شيء كان قبله موجود من خلال لغة الجافا ومن خلال بمجرد الجافا كان بمكن انه اعمل الجافافيك الوزر انترفيس فحنحاول نمر على الهو الامور هذي اللي كانت قبلها او اللايباز اللي كانت قبل الجافاف اكس كانت تستخدم الجافافيك الوزر انترفيس بشكل سريع نعمل نحاول نعمل مقارنة بسيطة بينهم اذا قبل الجافاف اكس كان في عنا شغلة بسموها الوالي سوينج وشغلة بسموها ال اي ضابيو تي طبعا ال اي ضابيو تي هي عبارة عن ابستراكت ويندوز تولكيت والابستراكت ويندوز تولكيت تعتبر هي اول لايبري او هي تعتبر اقدم لايبري استخدمات في الوزر انترفيس مع الوالجافا طبعا التنتين هدول استبدو الان بالجافاف اكس بشكل يعني تقريبا نهائي اذا تم استبدال زي ما ذكرت الوالي سوينج و ال اي ضابيو تي مع الوالجافاف اكس بلاتفورم حتى تتمكني من ان انا استطيع ان نعمل اللي هو اشترك ساموها الهي ريتش انترنت ابليكيشنز اللي هو ابليكيشنز بتكون فيها امكانية لغرافيك عالية جدا من خلال حتى الانترنت طبعا زي ما ذكرنا انه الاول ما بدأت الجافا لما نقدم او بدأ استخدام الجافا بدأت استخدم اللي هي ال اي ضابيو تي طبعا ال اي ضابيو تي تعتبر جيدة لو استخدمنا احنا لسيمبل غرافيك اليوزر انترفيس يعني ما فيش فيها تعقيدات كثيرة لكن لو بنتكلم عن اللي هو غرافيك اليوزر انترفيس ضخمة او تحتوي على يعني غرافيك اليوزر انترفيس فيها تعقيدات زيادة حتكون استخدامها صعب وصعب انه الواحد يعني يكمل معها لانه ما فيش فيها فلكسابيليتي عالية ايضا ال اي ضابيو تي تعتبر برون بلادفورم سبيسيفيك باكز يعني اللي انا بتعتمد في كتيف شغلها على اللي هو السيستيم او البلادفورم اللي هي شغالة عالي اذا بناءا على الاسباب اللي ذكرناها قبل شوية تم استبدال اللي هو ال اي ضابيو تي مع اللي هو السوينغس اللي كانت طبعا مور روبوست او اقوى ايضا تحتوي على اللي هو مكتبة تعتبر فيها مرونة كبيرة او فلكسابيليتي عالية بتمكنني ان اعمل اللي هو مجموعة من اللي هو الغرافيك الامترفيس المعقد طبعا ايضا الاساس تحل بعض المشاكل اللي كانت اعتمد اللي هي موضوع الباكز في البلادفورم بتستخدمها السوينغس كومبوننت بشكل اساسي بتعتمد كانت على الجافا كود نفسه ايضا قللت من الاعتماد على اللي هو التارجيت بلادفورم في الحالة هذه واصبحت يعني معظم الكود تباح مبني على اللي هو الجافا كود نفسه السوينغ بشكل اساسي تصممت حتى بتعمل ديفالوبين طبعا لديسك توب بغرافيك الوزر انترفيس ابليكيشن مع اللي هو الاصدار الثامن او مع الاصدار الثامن للجافا السوينغ ايضا استبدلت في الاخير ما اللي هو الجافا افكس اللي احنا بصدت درستها اللي هي تعتبر اجدد لايباري في الجافا لغرافيك الوزر انترفيس اذا الجافا فكس طبعا تم اللي هو اختيارها لانه بتتعامل بشكل اكبر مع المودن غرافيك الوزر انترفيس تكنولوجي بحيث تمكننا انه نعمل اللي هو ابليكيشنز فيها امكانيات عالية من ناحية الجرافيكس طبعا ايضا مكنت اللي هو بانسخدم التكنولوجيا الحديثة في موضوع اللي هي عملة صبوت لموضوع التوتش مثلا اللي هو التوتش انهيبال ديفايس بشكل اعام زي التابلتس والسمارتفون ايضا موضوع 2D وال3D والانيميشن ساببورت ايضا الفيديو والاوديو بلايباك كلها بتعملها ساببورت والشغلة الاخيرة ايضا اللي هو يوزن الثير بارتي سوفتوير وهو يمكنت ايدا الخلات اللي هو استخدامها من خلال ديفايس ل REaaaa بتعامل مع inverающima الإذن هذه الإمكانيات يتكونها تعتبر خلات م Juliaiger اكس تصير دوميناتد او تصير اللي هو معتمدة اكثر في موضوع اللي هو الاضافة كالوزر انترفيس من خلال الجافا. طب بنختم احنا المقدمة تعيتنا هذي ليش احنا نستخدم الجافا في اكس اول شغلة تعتبر اسهل بكتير اللي بده يتعلمها بذات نيو بروغرامرز يعني ايضا تعتبر اللي هو افضل بناحية اللي هي اه كمثال اه لموضوع الوبجيكتورياندي دو بروغرامنج فممكن من خلالها لو فهمناها بشكل صحيح اه مفاهيم الوبجيكتورياندي دو بروغرامنج مع الريليشن زي الانهيرتانس او الاجريجيشن والكمبزيشن ريليشن بيلي كل اساس ممكن نفهمها بشكل افضل الشغل الاخيرة والمهمة انه السوينج اللي هي تعتبر اللي كانت قبلها بشكل اساسي مفيش عليها مش حيسي عليها اي تطوير في المستقبل ذلك تعتبر ديد يعني تعتبر ميتة فانك الواحد يتعلمها او ان يبدل مجود عليها حيكتف حصير هي النسخة الاخيرة لانه مفيش حيسي عليها اي تطوير بعد هيك يعني التطوير في في موضوع اللي بري تعتلى السوينج توقف وكل التطوير الان بصير اللي هي الجافا فيكس لي بري ذلك افضل ان احنا نتعامل معها اذا ممكن نقول الجافا فيكس is the new graphical user interface tool for developing cross platform rich graphical user interface applications on desktop computers and on handheld devices وهي تعتبر طبعا اكتير ميزة اذا خلينا نشوف الان basic structure للجافا فيكس بالنسبة للستارتش اتعامل مع ثلاث امور اساسية اللي هي الابليكيشن وهو عبارة عن كلاس هنتكلم عنه هنشوف هاش طبيعته هذا الكلاس ايضا في عنا اللي هو الستارت ميثود هنشوف كيف لازم نعملها اوفرايد وفي عنا اللي هي الكمبوناتس اللي ممكن نقسمها لمجموعة الستيج والسين ومجموعة من النوتز بشكل اساسي بهمني نعرف شغلة واحدة اي برنامج من الجافا فيكس لازم يكون عبارة عن ايه صب كلاس او هيو عبارة عن ايه انهرته كلاس من كلاس تاني اسمه ابليكيشن يعني عادة في التعريفات تاعتنا هنشوف شغلة انه اسم الكلاس اللي بدنا نعمله احنا هنكتب اكستينتس اللي هو هيش الكلاس اللي اسمه ابليكيشن هادا لذا احنا احنا قدرنا انه احد الستركتشورز الاساسية اللي عنده في الجافا فيكس لموضوع اللي هو الابليكيشن ايه اللي كلاس زي ما حنشوف ايضا الشاكل هذا اللي شايفينه احنا بمثل تقريبا العناصر اللي حنستخدمها زي ما احنا شايفين الاستيج الاستيج في الحق بمثل عبارة عن الاطار الخارجي او الاطار اللي هو بيحصل فيه الاشكال اللي احنا بدنا اياها فيه ايضا اللي هو السين السين تمثل الخلفية للمشهد او للسوق او للشكل اللي احنا بدنا اياها وهنا هيكون فيه عندي مجموعة ربما من البوتومز ربما من الاشكال اللي احنا ممكن تضاف تلقيبا هذه الصورة عامة هنشوف ايش معنا كل واحدة فيهم بالتفصيل ونفهم كيف احنا ممكن نستخدمهم لبناء اللي هو الاشكال او الاشكال اليوزان الترفيس اللي احنا عايزينه اساس نبدأ في الموضوع هذا بنبدأ ما اللي هو مثال ومن خلال المثال بنبدأ نفحص كل جملة فيه بالتفصيل هي هذا المثال عندي بس قبل ما نبدأ نبدأ المثال فيه عنا مجموعة اللي هو اللايباري زي ما مجموعة كلاس اللي يجب نعملها امبورت زي ما احنا شايفين عنا احنا هنا عملنا امبورت للأبليكيشن كلاس ايضا منا امبورت للسين وايضا البوتون وايضا هنا اللي هو الستيج طبعا بلزمنا غيرها لكن بمسبة للمثال اللي احنا هنعوضه الان هاي حاليا بلزمنا هذي الكلاسز اللي لازم عملها امبورت بنبدأ هنا بداية التعريف اللي هو الكلاس انا سميت كلاس اسمه ماي جافاف اكس اكستينس ابليكيشن اذا هاي النقطة الاولانية اللي ذكرناها انه انا لازم يكون عندي الكلاس هنا اللي انا بدي ابني هي عبارة عن صب كلاس من اللي هو الابليكيشن الكلاس بعد ذلك في عندي انا اللي هو بدعمل اوفر رايد لميثود اللي هي اسمها استارت في خلال هذي الميثود انا بكتب الكود انا بدي اياه ايضا احنا كنا متعاودين من خلال كتابتنا اللي هو البرامج من خلال جي دي كي في الجافة انه لازم يكون في عندي ميثود اسمها مين اللي هو ببدأ عمية التنفيذ الها في الحقيقة من خلال جافة اف اكس هذي الميثود ما بتلزمنيش يعني عادة اللي هو المين ميثود هذي ما بتلزمش ممكن تلزم فقط لما نستخدم اللي هو اي دي اي وذ لميتد جافة اف اكس ساب بورت اه لكن لو استخدمت انت اللي هو الكونسول من خلال اللي هو الكوماند لاين هذي الميثود مش هتكون موجودة لذلك في معظم الامثال القادمة مش هنضع اللي هو اللي هي الميثود تاعت المين اللي مش هتلزمني طبعا اللانش ميثود اللي هنا تعتبر استاتيك وهي معرفة في الابليكيشن كلاس وهي معرفة حتى تعمل لانش او تشغيل لتطبيقات الجافة الاف اكس اللي هي المستقلة طيب ايش ممكن نصير عند تشغيل البرنامج بدون اللي هو وجود المين احنا شايفين احنا نبدأ اللي هو اللانش تستخدم حتى نتشغل اللي هو الجافة اف اكس ابليكيشن طب لما ما يكونش المين عنا هنا اه معناته ايش اللي بدو نصير عنا فهذا الحالة فهذا الحالة الجافة فيتشوال ماشين اه بشكل تلقائي بتستدعي اللي هو اللانش ميثود حتى انها تشغل التطبيق الموجود عنا من خلال الكلاس الاساسي اللي هو ما جافة اف اكس في عنا اللي هو الميثود ستارت معمول لها اوفر رايد وهي الميثود ايضا معرفة في الكلاس ابليكيشن فتطبيق الجافة اف اكس بعد ما ينعمل له لانش الجافة فيتشوال ماشين عالة بتبني انستنس هادي الانستنس من الكلاس باستخدام اللي هو نوع غوماند كونستكتور اه بعدين وبتستدعي اللي هو الستارت ميثود حتى تبدأ تتنفذ في الوضع الطبيعي الستارت ميثود بتقوم بالتنفيذ اللي هي اللي هو الجمل اللي موجود فيها وبتضع اللي هو اليوزر انتافيس كنترول في السين زي ما حنشوف وبعد والسين نفسه بنوضع في داخل الستيج بعدين من عمل عملية اللي هو ديسيبلي وبهيك بيتم اللي هو العرض اذا باختصار مرة تانية تطبيق اللي هو الجافة في اكس اللي هو اللي عندي انا بعد ما ينعمل له لانش او بدي اشتغل الجافة فيتشوال ماشين بتبني اللي هو انستنس من الكلاس باستخدام اللي هو النوع غوماند كونستكتور بعدين بتستدعي اللي هو الستارت اه ميثود من خلاله وبعدين بيتم عملية اللي هو التنفيذ زي ما حنشوفها بالترتيب هاي البندمج زي ما احنا شايفين هنا بس وضعت انا اللي هو الكود الاساسي اللي بلزمني زي ما ذكرت في البداية عملية اللي هو اه التعريف الكلاس الاكستند من ابليكيشن هنا اعملنا اوفا رايد الستارت هنا استيج اه هي عبارة عن كلاس اه بمثل عادة اللي هو الويندو اللي احنا حيكون فيه عساس بس نضع المصطلحات هادي في مفهوم معين ممكن يتخيل الستيج هي عبارة عن اللي هي المسرح نفسه اللي ممكن يقام عليه مسرحية او شيء معين السين هو عبارة عن المشهد اللي احنا ممكن نشوفه بالخلفية تعته اه الممثلين والهذا ممكن نسميهم عبارة عن مجموعة النودس اللي ممكن نتعامل معهم هاي تقريبا تمثيل بسيط ممكن يستخدم في الامر هذا اذلك عندي هنا الستارت بتاخد كأرغومنت كأوبجكت من اللي هو الستيج طبعا هنا احنا عطيناها اسم البرايمارستيج طبعا هذا البرايمارستيج عادة الجافا في الماشين بتوجده بشكل تلقائي يعني يعني الجافا في الماشين هو اللي بوجده لما اول ما البرنامج يتشغل او يعملوا لانشينج يتشغل بتوجد اللي هو اوبجكت هال الوبجكت اسمه طبعا انت ممكن نتحدد له الاسم احنا هنا حطنا ممكن ان تحط اي اسم بالدكية. لكن هنا ما ننساش هذا عبارة عن الكلاص وهي تمثل اللي هو الاطار الخارجي اللي هو الى الشكل اللي احنا عايزين نشوفه. او اللي هو الانترفيس. اذا هاي الخطوات الولا. بعد ذلك انا استخدمت اللي هو الكلاص. اه في كلاس عندي اسمه بوتون. طبعا هنا عرفنا الوبجيكت اوجدت اللي هو اوبجيكت اللي هو اسمه بيتي اوكي. سيكون بوتون اوكي زي ما حنشوف. وضعت في تكست بحيث منيظهر في التكست هذا اللي هي اوكي. يعني هو زي عبارة عن الزر اللي انت بتضغط عليه مكتوب اوكي عليه. بعد ذلك اللي هو احنا بنوجد السين زي ما احنا شايفين انا منعملية للسين. طبعا السين بياخد في داخله زي ما ذكرت今日 هو اللي هو عبارة عن اللي هو عبارة عن البوتون. وبيعرض اللي هنا اللي هو العرض اللي هو الويدث واللينث تابع الويندو نفسها قديش عرض الويندو اللي هي عديش اللي هي ارتفاعها. وقديش اللي هو عرضها اه بشكل كامل. طبعا هنا متين ل ميتين وخمسين هنا للمسافة اذا كان انا باقول له هنا احنا اوجدنا اللي هي البوتون وضعت البوتون في داخل اللي هو المشهد الموجود عندي. في عندي طبعا هنا بعض الميثود اللي هي زي طبعا ست تايتل. طبعا ست تايتل انا استخدمتها مع الوبجيكت برايماري ستيج بتخليني اضع انا تايتل للستيج نفسها زي حنشوف ان شاء الله في الشكل كمان شوية. ايضا لبرايماري ستيج بقول له ست سين. في ايضا وضعت السين في اللي هو الستيج اللي انا عايز اعرض منه. بعد ذلك اخر الشغل اللي هو بستخدم اللي هي الميثود الشو بطعمة بتعمل عملية ديسبلي للستيج. هاي تقريبا اللي هي اللي هي الستيتمنتس الاساسية عند التنفيذ. قبل ما نشوف الاوتبوت كيف بصير. انا منعيد اختصار الامر بشكل بسيط كيف الممكن او كيف اللي هو الترتيب للاحداث بصير عندي. بعد ما يصير اللي هو عملية لانشنج للجافا افيكس ابليكيشن. قولنا الجافا بتعمل بتعمل او كونستاكس ان انستانس. من الكلاس نفسه باستخدام اللي هو النو ارغومنت اي كونستاكتور. وبتستدعي من خلالها طبعا الستارت ميثود. الان الستارت ميثود لما بتم تنفيذ الجمل اللي فيها. هلو المنسمين طبعا اللي هو اليوزر انترفيس كونترول. ايه في المشهد طبعا اللي بدنا اياه. وبدتها مرعمية ديسبلي عمت من خلال اللي هو يعني احنا عنا ايه ترتيب في عنا عناصر. هاد العناصر بنحطها في داخل المشهد في السين. والسين نفسه احنا منحطه في داخل الاستيج عشان نعمله بعد ذلك عملية اللي هو عرض. خلينا نشوف الاوتبوت كيف يكون البرنامج هذا. هاي هذا بيمثل عندي انا الاوتبوت زي ما احنا شايفه الاستيج هو عبارة عن الاطار الخارجي زي ما ذكرنا. السين هي عبارة عن الخلفية الموجودة عندي. البتم هنا تمثل اللي هي زي ما قلت اللي هي النوت اللي احنا بدنا اياها او موجودة. طبعا هنا زي ما شايفين اللي هو الاسم زي ما ذكرنا ما جافا اف اكس اللي هو عبارة عن اللي هو الاسم اللي حطينا للستيج عن طريق المثود لو رجعنا مرتين على الكود هايها. شايفين حاطينا برايمر استيج اللي هو الستيج استخدمنا المثود ست تايتل وقدنا اللي هو ايش الاسم. اللي هي ما جافا اف اكس. ايضا اللي هو اوكي طبعا هو عبارة عن التكست اللي حطناه من خلال البتم. في هنا ايه طبعا شغلة ديفولت تبع الوضع اللي انه هنا ممكن انه اكبر واصغر اللي هو الستيج يعني الستيج اللي هو الاطار الخارجي مع طبعا اقصد بالستيج الجزئي هذي اللي هو عبارة عن الاطار الخارجي كله هذا. ايضا الجزء هذا الفوجاني يعتبر من اللي هو الستيج. السين يعتبر اللي هو الخلفية للمربع الداخل اللي هنا. السين يعتبر عبارة عن مرة تاني بحكي. هو عبارة عن الخلفية الموجودة في المشهد هنا. بعد ذلك البتم اللي زي ما احنا شايفينه. طبعا اذا كنت انا احاب بان انا اثبت اللي هو السايز ما اخلهوش يعني اتغير ممكن اقوله اللي هو الستيج ضد سيت ري سايزابل اعملها فولس بهاد الحالة باقضاش اعمل اللي هو عملية تغيير للسايز الموجود عندي. هاي تقريبا اللي هو كيف انا ممكن استخدم اللي هو جافا في اكس برو جرام حتى ان انا اعرض اللي هي الصورة الموجودة امامي هنا. هذا البنامج التاني بعمل لي اللي هو ملطي ستيج طب احنا ذكرنا انه في عنا اللي هو وان ستيج اللي هي بتيجين عن طريق كارغومنت من اللي هو من الجافا فيتش والماشين بيوجد ليها كديفولت اللي هو برايما ستيج وربما يكون اسمها. طب هلنا ممكن انا اوجد ستيج او اكتر من ستيج او اكتر من ويندو. طبعا هذا ممكن هذا البنامج بيعمل للشغلة هادي. زي ما احنا شايفين التعريف هنا اسم الكلاس ملطي ستيج ديمو هنا عنا نفس الشغلة اوفررايد للسطارت ميثود طبعا الستيج هنا وضعنا الاستيج الاولان اللي هو يعتبر عندي الديفولت في الحالة هادي. بعدين انا انشأت السين. السين وفي داخل السين ببعض انا انشأته اللي هو البوتوم اللي انا وضعته مع اللي هو الابعاد اللي احنا وضعناها. ايه طبعا الان انا وضعت اللي هو التايتل للستيج الاولان اللي هو الديفولت اديت له يا ماي جافاف اكس. بعدين وضعت السين اللي انا وجدته هنا في داخل اللي هو الستيج عن طريق اللي هو ستسين بعدين قلت له هنا display the stage هيك احنا هنا اللي هو الكرياشن للستيج الاولاني وعرضنا داتاته او عرضنا اللي هي المعلومات الموجودة فيه ممكن انا اوجد الستيج تاني باستخدام نفس اللي هو اسم الكلاس مع النيو هيك انا وجدت اللي هو نيو ستيج النيو ستيج عطلت له الطايتل الجديد طبعا هيكون اذا معناته هنا الستيج التاني اسمه second stage ايضا وضعت لاحظه هنا كل الخطوات اللي تلتوا منها هذي ممكن نعمل احنا من خلال الخطوة اه واحدة بحيثنا انا اه يعني باضع اللي هو هي الستيتمنس ادي في داخل بعض ان انا باوجد الابجيكت يعني هنا اوجدت البتم البتم هنا اه اه وضعته اللي هو اللي وضعت فيه اللي هو النيو ستيج اه كسترينج ايضا هنا اه وضعت طبعا البتم نفسه هذا من خلال اللي هو السين كارغومنت مع الابعاد تاعتها هتعمل لي ايضا اللي هو ست سين على اساسي نضع السين ككل من خلال الستيج طبعا ننساش اسم الستيج التاني كان اللي هو عبارة عن استيج بعدين عملت له هو شو مع نهاية الجملة هذي بكم احنا اللي هو انشأنا تو ستيجز في الحالة هذي اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو تلقائيا بينشع عن طيق جاور فتش الماشين وعن انشأت استيج جديد هاي طبعا الصواة ممكن تنعارض بالشكل التالي زي ما احنا شايفين هاي اللي هو الاستيج الاولاني زي ما ذكرنا هادا الاستيج اللي هو التاني اللي احنا انشأنا طبعا هاي الصواة بتمثل نفس الشعب ستتوضح ايش اللي هو الاشكال مردع عندي هنا في نقطة اه لو احنا لاحظناها انه احنا المفروض عندنا هنا عملنا كرياش اللا بوتوم يعني المفروض زر يظهر لوحده كزر اه طبعا هنا ايش ما اعملنا في او في خلال عرض تبعنا هنا تقريبا دايما البوتوم مورود في كل السين يعني هنا البوتوم من عندي اصبح مورود في كل السين فجد ما اعمل الويندو ازغرها او اكبرها هيضل البوتوم بيشمل المشهد ككل او اللي هي السين ككل طب كيف ممكن نغير هذا طبعا ممكن نستخدم اللي هو تغيير اللي هي البوزيشن تاعته او اللي هو او الابعاد اه من خلال البوبارتيز تاعت البوتوم نفسه في عنا مجموعة البوبارتيز ما احنا ممكن نغيرها لكن في عنا برضو خيار تاني اللي هو قد يكون افضل اللي هو ان انا اضع اللي هي البوتومز هادي عادة في خلال كونتينر هذا الكنتينر عادة من سمي بانز وهذا بشكل الاساسي بيوضح كيف ممكن اللي هي البوتومز ممكن تكون مرتبة في داخله وبما تكون مرتبة بالجنب وبما تكون تتبه فوق هذا الكلام احنا هنشوفه من خلال العلاقات اللي ذكرناها مع بداية الشرطة تبعنا. اذا المرة التانية احنا ممكن نعمع مية ما نخليش يعني البوتوم يشمل اللي هو كل السين الموجود عندي عن طريق ان انا اضع البوتومز من خلال اللي هو كونتينر كلاسز هادي كونتينر كلاسز من سميها عادة وهاي بتعمل العمية اللي هو لينج اوت ايه ده نودز ان ذا دزارد لوكيشن ان صعز يعني بتخليني ان انا اضع هادي البوتومز في المكان المحدد وبالحجم المطلوب زي ما حنشوف لا طيب قبل ما نبدأ في موضوعنا هذا في عندي بعض التامز لازم احنا ناخد بالنا منها ونقبلها اول شغلة نود انا ذكرت امكان كلمة نود اكتر من مرة اه بداية لما الواحد يبدأ في موضوع زي هذا بتكون بعض المصطلحات بده يبدأ يتعود عليها فا كلمة نود عادة بالنسبة اللي احنا تعتبر فيجيوال كومبونات ايش ما عاد فيجيوال كومبونات ممكن تكون شاب اللي هو عبارة عن شكل او صورة عايز اضاحها او اللي هو اه اللي هو يوزر اه انترفيس كونترول او جروب او بان كل هاي اي واحدة منهم هدول تعتبر بنسبة الي نود طيب بنسبة لما نتكلم احنا عن الشيب الشيب ايش ايش بالضبط المقصود فيه ممكن يكون عبارة عن تيكست لاين سيركل اللي بسيكتانجل بشكل مختصر للي استخدم منكم بنامج الوضع في عنا مجموعة اشكال احنا ممكن ننضيفها هاي الاشكال تمثل تقيبا نفس الشغلة بنسبة يو اي انترف كونترول اللي هو عادة لابل بوتوم اللي تشيك بوكس ريديو بوتوم تكست فيلد وهي اذا بذكركم معظم نحنا ممكن نستخدم الشغلات هاد لما بضع عندك مثلا البوتوم اللي بقولك اضغط عليه بيد الاساس تقوله اوكي مثلا تعمل بذيس عليه اضغط عليه هاي بسمي عادة اللي هو يو اي كونتر او يوزر انترفيس اللي هو كونترول طبعا ممكن بعض البوتوم زي تكون او عفو مش بعض البوتوم زي بسميها اللي هي ريديو بوتومز بتكون اللي هي عبارة عن بتادي زي الخيارات زي بتاديك الخيارات متعدد اللي هي بتكون دوائر صغيرة ربما بدي لو بالماوس ضغط عليها تتعلم باللون الاسود حتى سنك تحدد الاختيار لو استخدمتوا مثلا اللي هو الامتحانات المحاوسبة بتستخدم هذا الخيار من خلالها طبعا فهي بسموعاتا احنا بنقصد فيها اللي هو يوزر انترفيس اللي هو كونترول وفي عنا الجروب اللي هو عبارة عن كونتينر بيجمع اللي هو كوليكشين اف نودس اذا في عنا النود اللي هو عبارة عن فيجوال كومبونت ممكن يكون شيب اميج فيو يو اي كونترول او جروب او بان في عنا الشيب لما نتكلم عنه بنخصد فيه اللي هو تكست اللي سيركل لبس اليو اي كونترول قولنا الليبل او البوتون او ما شابه ذلك اللي هو مجموعة من النودس ككل طيب هدول المجموعات اللي ذكرناها اللي كانت البانز اليو اي كونترول والشيبز هي عبارة عن مجموعة كلاسز في بينهم وبما يكون نوع من العلاقات خلنا نشوف بس في البداية ايش الكلاسز الموجودة عندي هاي في عندي انا اللي هو الروت تقريبا الها في عندي النود طبعا النود بيجي عندي منه اللي هو في عنا هنا الشيب زي ما احنا شايفين وازي ما ذكرت الشيب هو عبارة عن line, circle, ellipse, rectangle او اي من اللي هو الاشكال هذي طبعا هاي كلها تعتبر subclasses اذا هاي الاشكال عبارة عن اللي هو classes او subclasses من مين مأخوذة من الكلاصشيب والكلاصشيب نفس هو يعتبر subclasses من اللي هو الكلاصنود وفي عنا طبعا الامجي فيو هذا بيستخدم الكلاص لما بدعمنا display لامج لما بدأ حط صورة معينة او ما شابه ذلك طيب من النود ايضا في عندي اللي هو البرنت البرنت ايضا اعتبر عبارة عن subclasses من النود مأخوذ من البرنت ثلاثة subclasses اللي هي الكنترول طبعا الكنترول هنا نقصد فيها الاي كنترول طبعا ذكرناها زي الابل والريديو بوتوم والشيك بوكس والامور هاي كلها في عندي ايضا الجروب اللي ذكرنا لي عبارة عن مجموعة من النود ممكن يكون في عندي ايضا البان اللي ذكرناها ممكن تكون كحاضنة لمجموعة من البوتومز او مجموعة من النودز مع بعض مش نقولنا طبعا قبل شوية عساس احنا اه اللي هو نرتب او نخلي البوتوم بتاع الاوكي ما يكونش موجود في كل السين اه اللي هو يظهر كجزء بسيط او وجوده كزير يعني يظهر ذكرنا انه ممكن اضحها من خلال كونتينر كونتينر هذا اسمه بام فهو هذي البان احنا ذكرناها قبل شوية ايضا اه في عندي صب كلاسيز طبعا الصب كلاسيز هذي بتبين كيف اللي هو البان ممكن اللي هو يرتب العناصر بتكون موجودة فيه في عنا الفلو بان في عنا الجرد بان في عنا البوردر بان في عنا الهوريزانتل بوكس في عنا الفاتيكال بوكس في عنا الاستاكبان ان شاء الله كلها الامور كلها هنمر عليها طبعا يعني في عنا ايضا اللي هو الستيج عبارة عن كلاس وفي عنا ايضا السين عبارة عن كلاس طبعا انا وضعت هنا في او هو في علاقة بينهم طبعا علاقة كومبزيشن زي ما احنا شايفينها اللي هو الستيج ممكن يحتوي في داخله اللي هو سين هذا تمثيل للرسمة بعضو بنفس الطريقة اللي ذكرناها قبل شوية كيف ممكن يكون يعني بناءا على العلاقات لكن هاجلها للسلايد الجاي لان احنا عايزين نشوف ايش طبيعة العلاقات الموجودة بينها اذا هاي اللي شايفينه هنا عبارة عن الشجرة اللي هي تعطبها للتري اللي بتتعامل مع الكلاس هاي تاعت الاشكال وتاعت اللي هي الكنترول وتاعت الامج وتاعت الجروبس والبانز اللي هنستخدمها وفي عندي توكلاس وهم الستيج والسين ومربطين بعلاقهم مع بعض اللي هي كومبزيشن ريليشنشيب اذا فاكرينها من شبطة عشرة بهيك محاضرات اللي هو الكون انتهت ان شاء الله يعني نكمل من السلايد هذا بحاجة حيث نشوف كيف ممكن نستخدم العلاقات الموجودة عنا هنا لبناء اللي هو Graphical Interface افضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة